بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورحمة العالمين كيف حصل المؤمن في أقل من 30 ثانية أكثر من 500 مليار حسنة بلا مبالغة يعني 5 وجنبها 15 صفر وكمل عظمة جدا من مغفرة أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا خلق الإيثار وأن ننسى أنفسنا وندعو الإخوانين للمؤمنين في هذا الحديث العظيم من قال أستغفر الله للمؤمنين ومؤمنات كتب الله له بكل مؤمنة ومؤمنة حسنة يعني مطول الأم أخفر للمؤمنين ومؤمنات مخلصة للنية محتسبة للأجر بتقب بكل مؤمنة ومؤمنة على وجه الأرض حسن دعاء جامع شامل الحديث دا صححه لايسامي وحسنه الألباني وصححه لايسامي قرعنا وسندوها جيد طبعا السنة تؤكد هذا الحديث لأن أنت لو قلت الله أخفر لأخي فلان وسميته واحد الزميل في العمل أو أخ هتأخذ حسنة أنت أحسنت له أنت مش دعيت له ظهر الغيب بدون مصلحة بدون غاية أنت قاعد ودعيت له اللهم أخفر له يبقى أنت أحسنت أنت استقطعت من وقتك ومجهودك واتكلمت عشانه ربنا أديك حسنة الحسنة بعشرة والله يضاعف لما يشاء لو قلت الله أخفر للمؤمنة وأمومنات دعاك أصب كل المؤمن على وال节 الأرض وفي ربنا تقبل هذا الدعاء كنت مخلص فيه يبقى كل المؤمن على الواجئ الأرض استفادوا كل المؤمنين على الال وأرض استفادوا يبقى لازم ربنا أديك بكل واحد منهم حسنة الفائدة الفائدة لو أنت قلت عشر مرات بعد كل صلاة سأقول لبقى ورد سابت على سبيل المثال اللهم اخفروا من يمونات الأحياء منهم والأموات من لادهم حتى تقوم الساعة أو عشر مراتهم تخذوا مني ولا حاجة لا تخذوا مني حاجة يعني من يجيش دقيقة من يجيش عشرين سنة ثانية سنة سواب عظيم سواب عظيم جدا يبقى أنت هتاخد بكل واحد هتاخد كم حسنة في الحالة دي اضرب بقى في عشر احنا قلنا مليار ونص في الحسنة بعشر 15 مليار حسنة تقولت عشر مرات بقى بقى 50 مليار حسنة تقولت اللهم اخفروا من يمونات من لادهم آدم حتى تقوم الساعة هذا ليس بس المؤمنين مجينين دلوقتي هذا اللي قبلوهم من أول آدم والذي سيأتي بعدنا لغاية ومن الأيام الصباح ستضعفت دي الله أعلم لكن 150 مليار حسنة دي ستبقى 400-500 مليار حسنة سيأتي كم مؤمن بعدنا في الوقت سبع مليار مسلم كمان مئة سنة لو لسه اليوم الآن ما أميتش سيبقى 30-40 مليار أو 20 مليار الله علي مبكاة إذا يبقى 500 مليار في 5 صلوات حوالي 3000 مليار حسنة طولي اليوم في 20 ثانية بعد كل صلاة ده فضل عن كام عظيم جدا من مغفرة لأن كل أنير رسال صمى دعا لأخي بظهر الغيب ويؤكر الله له ملكا يقول له لكا بمثل ولكا بمثل فملك الحسنات اللي هو أمير على ملك السينات عاد على كتف الأيمن ويسمعه ويكتب ويقول لكا بمثل ولكا بمثل لأنه يكون العبده أكرم من رب العمين سبحانه وتعالى أبدا من يخفر لك قبل أن يخفر للمؤمنين يبقى لكا بمثل لكا بمثل ربنا أقول لكا بمثل وطبعا ضع الملك أفضل من ضع المؤمن لنفسك يبقى حصلت كام عظيم جدا من مغفرة أن رب العمين سبحانه وتعالى حيية يا استحي حتى تذبت نفسك وبتدعي لخل لك المؤمن وعملت تساك في الجارة هذا الفقه أن الإنسان ي عملت الدعاء البسيط والله مغفر للمؤمن ورد عشر مرات عشر من مرات عشر مرات 30 مرات على أدبة وخالصا أنه محتسم باللاق أنك ستأخذ بالأرض المؤمن ستحصل هلاف المليارات يوميا من الحسنات فضلا عن كما عظيم جدا من المخفئة فلأكتبكم الحديث لتحت الفيديو نسخوه من شروع وشهاد العلم في طباب العظيم العلم علما في نوع اجرم عامل بيوم القيامة لا انقذ لك من جريش شايف وشيش تفعيل الجرس اشفاق القناة ليصلكم كل جديد وساعدوني عن رشد سنة تبوياء كل قولي هذا استخفى الله اليوم